كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد مهام المرحلة المقبلة في سبع نقاط تناولت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتحديات المطروحة ومستقبل الحوار الوطني والمشاركة والمصارحة والمسئولية المشتركة بين القائد وبين الشعب فنحن على ثقة بأن الأيام القادمة ستحمل الكثير يمكن بعض الناس في الأيام الماضية بيقولوا هو فين التغيير هو فين اللي حصل هو فين حتى التعديل هو فين حركة المحافظين طبعا بمقتضى القانون 143 لسالة 1979 بيعتبر المحافظون يعتبر المحافظين أصلا مستقلين بمجرد أداء الرئيس للقسم يعني ما فيش محافظ النهاردة يقدر يمدي قرار كلهم مستقلين دي أمر طبيعي طيب إيه المطلوب يمكن التعديل أو التغيير أي أن كان اللي حيبقى موجود اتأخر شوية ما بقاش بعد أداء القسم لكن احنا لسه عندنا أجازة العيد وممكن خلال الأيام القادمة لكن بالتأكيد حتحصل حركة يعني لا يمكن أن يفضل الوضع ساكن بهذا الشكل بالتأكيد نحن في حاجة إلى دماء جديدة في حاجة إلى مسؤولين يعني يتبنوا مصالح الشعب ويتبنوا الاستراتيجية التي وضع السيد الرئيس بشكل أفضل وبشكل أقوى بالتأكيد نحن في حاجة إلى دماء تضخ حماسا ووعيا وعلمية ورؤى مطروحة الشعب المصري أخوانا شعب عظيم والشعب المصري يستحق بالفعل أن يكون على رأسه قائد عظيم وأن يكون على رأسه أيضا وزراء موجودين كلهم في مكانه ومسؤولين كلهم في مكانه يؤدي عمله بإخلاص ونزاهة ليتصور أن الشعب ده ساكن وساكن بغلطان الشعب ده شعب بيتابع كل دقيقة ما يحدث على أرض هذا الوطن انزلوا المقاهي انزلوا كل مكان حتلاقوا الناس ملاش حديث الزواتي مين جاي ومين رايح ليه؟ لأن الناس حاسة أنه ده لازم يتم الناس حاسة أنه لازم بيقى فيه دماء جديدة الناس رضيت بالواقع الصعب في مطارات زمنية صعبة وتحملته لأنه كان عندها ثقة في أن القيادة السياسية ستخرج من هذه الأزمة إلى ما هو أفضل وبالفعل استطاعت القيادة السياسية في الفترة الماضية أن تقدم على خطوات من شأنها أنها تعيد التوازن ولكن بالتأكيد في المرحلة القادمة احنا في حاجة أن نغير المصار أو نصحح المصار في حاجات لابد أن احنا نقول يا جماعة خلاص اركض على جنب بص الأدام بص الأدام بص الأدام بص الأدام بما يحقق النهضة بما يحقق زي ما قال سيادة الرئيس زراعة والصناعة لازم دين لنتكي عليها زراعة أن احنا نزرع ونحقق الاكتفاء الزاتي صناعة أن هي دي العامل الأساسي في التصدير وفي أن احنا يكون عندنا صناعتنا المحلية أنا بدل ما أعد أجيب من بره بتسعين مليار دولار ما نصنع عندي ما نتحمل بدل ما أجيب تسعين صنف جبنا يا عمي صنفين تلاتة يقضوا الناس ما عودش أجيب بقى أكل القطط والمش عارفية كفاية احنا بدأنا الآن يحصل تدفق نقدي من أبناء مصر المخلصين العاملين في الخارج كويس وبدأت ناس عندها دولارات في البيوت بدأت تطلحها وتوديها البنوك ده شيء كويس ده يدي ثقة عايزين الثقة دي تتجسد وتترسخ في الذهنية المصرية بالفعل ده مش هيتم إلا من خلال الإجراءات ده مش هيتم إلا من خلال انسف حمامك القديم ده مش هيتم إلا من خلال إجراءات عمليا فعالة احنا على فكرة عندنا قوانين وعندنا تشريعات لكن جمهورية صغار الموظفين دايما دي هي اللي بتوقف كل حاجة دايما دي هي اللي بتحط حد فاصل فاحنا على أبواب تغييرات أنا أعتقد أنه ستتم في السياسات بالأساس في الشخص بالتأكيد هحصل فيها تغييرات محافظين بالتأكيد عدد كبير من المحافظين هحصل فيه تغييرات تغييرات أيضا على مستوى الصحافة تغييرات على مستوى البنوك تغييرات كتيرة حتى اشهدها مصر في الفترة المقبلة يمكن اليومين اللي فاتوا الناس كانت منتظرة لكن قادة السياسية لها رؤيتها وقد يحدث هذا خلال الأيام القليلة القادمة لكن لازم كل مواطن مصري يعرف أن الرئيس عفتاح السيسي مش معزول الرئيس بيتابع كل كبيرة وصغيرة والرئيس بيسمع أهات الشعب وتكلم أكتر من مرة عن معاناة الناس وحان الوقت أن احنا ننهي هذه المعاناة بإجراءات وكويس الإجراءات اللي بتعمل الحكومة اليومين دول فيما يتعلق بالأسعار فيما يتعلق بمواجهة الغلاء فيما يتعلق بأن احنا زي ما قال سيد الرئيس نستورد مواد غزائية ونترحها بأسعار قليلة فيما يتعلق بمواجهة الاستغلال ومواجهة التجار الجاشئين كل ده احنا محتاجينه محتاجينه دي لأنه عصا احنا مش هنحكم شعب أصمون أبكب أبدا هذا الشعب اللي ما يعرفش الشعب المصري ويعرف عظمته ويعرف حضرته ويعرف ثقافته يبقى يتجاه الواقع يعني صحيح وكل الناس عرفاه فمن ثم أنا بقول له كل مسؤول كل مسؤول راعوا الشعب راعوا ضمائركم في هذا الشعب العظيم اللي تحمل واللي مازال يتحمل وعلى فكرة الشعب المصري عنده وعي كبير جدا بالتحديات وعرف كويس قوي ايه اللي بيحصل عرف كويس قوي اللي بيحصل من كل اتجاهات الاستراتيجية زي ما قال سيادة الرئيس مصر ما واجهتش تحديات زي اللي واجهتها لدلوقتي في عصرها الحديث ما حدش وجهت تحديات يا جماعة احنا حولينا حزام نار من كل ناحية فالقيادة بتتعامل بحكمة وموضوعية كويس لكن احنا محتاجين برضو تغييرات محتاجين وجوه تبقى اكثر حماسا في ناس اخفقت في الفترة الماضية تتكل على الله مسألة خلاص موضوع منتهي ليه؟ انا اللي هميني الرأي العام الحكم يستقيم ويترسخ بان يكون هناك رأي عام عنده رضاء لانه طول ممكن الناس تبقى سكتة لكن يجي حدث معين يضيع الدنيا عشان كده الرضاء العام ده مسألة مهمة جدا فهم الناس في طبيعتها وحوالها ومعاناتها ده مسألة مهمة جدا كل مسؤول لازم يعمل ده كل مسؤول لازم يراعي ضميره في الناس في الشعب المصري العظيم الناس في اوضاعها الاجتماعية في اوضاع الاقتصادية يمكن احنا مرينا في رمضان وعلى وشك الانتهاء يمكن لو لا تكافل الاجتماعي اللي عملاها الناس مع بعضها ناس كتير كانت تعبت لاني الاسعار فوق قدرة اي بشر فوق قدرة اي ناس لهذا نحن نأمل في الفترة القادمة تكون فترة تغييرات واسعة للذين لا يصلحون في ناس ممكن تبقى كويسة على عين وعن رأس لتجديد الدماء لتغيير الفكر للقضاء على البريقراطية للقضاء على الفساد الاداري ويمكن لو تتذكروا الرئيس حتى مع بداية حكم تكلم عن فسادين فساد المالي والفساد الاداري الحمد لله الاجهزة الرقابية بحس الموالة العامة الرقابة الادارية شغالة فيما يتعلق بملفات الفساد وغيره وغيره لكن فيما يتعلق بيه اللي بيحصل من فساد اداري هو ده اللي بيفرمي كل حقيقة انت لما توقف المستثمر وما تحللوش مشكلته ده فساد اداري انت لما تقعد على المكتب ومشغلش ده فساد اداري انت لما تعقد الناس من حياتها ده فساد اداري فحركة المحافظين اعتقد انها كتملت الان موجودة خلال الايام القادمة بالتأكيد هيظهر عندنا حركة هيظهر عندنا تغيير او تعديل هيظهر عندنا تعديلات او تغييرات في حاجات كتيرة جدا من بينها الصحافة القومية ووسائل اعلام في التلفزيون انا عايز اقول كلمة انا كلية موقفي اللي انا قلته في مجلس النواب او اللي انا قلته في البرنامج موقف من حكومة دكتور مصطفى مدبولي ولكن ذلك بالتأكيد لا يجعلني اتجاهل عمل دقوب قام به دكتور مصطفى مدبولي او اداء ضميري مخلصة